بعد مخاض عسير مرت به البلاد وتقلبات وأحداث رافقت العملية السياسية منذ إعلان استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والتظاهرات وتداعياتها التي سبقت ذلك نجحت حكومة مصطفى الكاظمي في نيل ثقة مجلس النواب الكاظمي تعهد من خلال منهاجه الحكومي بتحقيق عدد من الأمور على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية على المستويين الداخلي والخارجي نحن معا كعراقيين وصلاء من البصة الفيحاء إلى كردستان ومن النجف إلى الموصل قادرون على حماية بلدنا نحن معا قادرون على تأكيد على السيادة الوطنية وتجاوز الإزمة الاقتصادية وحماية شعبنا من المخاطر الصحية السياسة الخارجية لحكومة الكاظمي وفق منهاجه الحكومي ستكون مستندة إلى ثلاث ركائز أساسية وهي السيادة والتوازن والتعاون لضمان عدم المساس بسيادته الوطنية من أي دولة وضرورة العمل بمبدأ المعامل بالمثل في تعاملاته الدبلوماسية وعلاقاته الخارجية وترسيخ مبدأ عدم استخدام أراضيه للاعتداء على أي من جيرانه أو تحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو الدولية العراق يسعى إلى علاقات الخوة والتعاون مع الشقاء العرب والجيران والمجتمع الدولي سياسة الكاظمية تشدد على أهمية تحقيق التوازن من خلال عدم تبني سياسة المحاور أو الدخول طرفاً في الصراعات والانفتاح الإيجابي على الدول الشقيقة والصديقة وتعاون لبناء منظومة متكاملة من المصالح المشتركة في علاقاته الخارجية إضافة إلى التأكيد على ضرورة تنظيم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ومسألة تواجد قوات التحالف الدولي في العراق عوامل نجاح الكاظمي أصبحت متاحة منذ اللحظة الأولى لنيل حكومته ثقة البرلمان عبر ردود الأفعال الإقليمية والدولية المرحبة والمهنئة بتوليه رئاسة الوزراء بدأت بترحيب أممي من قبل المبعوثة بلاسخارت إضافة إلى ترحيب القوى العالمية ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا وصولا إلى الطرف الآخر بالمعادلة الإقليمية ونقصد به إيران كل ما سبق وما سيلحق بها بالتأكيد ستوفر مناخا إيجابيا يمكن الكاظمي من العمل بحرية وبدعم دولي على إعادة العراق إلى مكانته المرموقة على الساحتين الإقليمية والدولية